اشتركوا في القناة طبعاً كرجاء من أشهر المركات للأدوات المنزلية التركية الرائعة وغني عن التعريف والنهاردة ان شاء الله على قد ما اقدر هحاول اضح لكم المعروضات بشكل واضح واسعارها ويراب تستمتعوا بالجولة معي ان شاء الله زي ما انتم شايفين ده عبارة عن اطباق بزيد باع يعني بالطبق الطبق زي ما انتم شايفين السعر عليه فيه بخمستاشر ليرة وفيه بتسع ليرة وده زي ما انتم شايفين عجان بألف وسبعمية عجان ومعه مفرمة ودي طبعاً اطقم فناجين القهوة وهم في مجال القهوة بالذات فناجين بتاعتهم فوق الخيال يعني تحفة جداً ده عبارة عن اطقم فناجين متنوعة اكتر من شكل كل طقم بيعمل 200 ليرة عبارة عن 6 فناجين وده الطقم عامل 100 ليرة زي ما انتم شايفين كده ممكن الفنجان وجنبه السكرية بتاعته ودي الكنكة بتاعت القهوة عاملة 150 ليرة ودي مجموعة اطقم تانية الطقم عامل 100 ليرة كل طقم طبعاً ست فناجين وست اطباق دي اطقم ملايات الطقم ده عامل 200 ليرة بدل 400 طبعاً الخامة فوق الرائع وده عامل 230 ليرة دي اطقم معالي زي ما انتم شايفين بيبقى طقم كامل يعني الاسعار متفاوتة في بقى من 350 في بربعمية وخمسين في بربعمية وخمسين في بستمية في يعني كل الاسعار موجودة يعني والخامات طبعاً تحفة يعني دي اطقم الحلل بتاعته وعايز اقول لكم يعني مدة الضمان عندهم حلوة جداً عشر سنين على الطقم فطبعاً وقت حلو جداً يعني ده دليل ان هي خامتها جميلة جداً وواضح طبعاً انتم شايفين ان الخامة يعني تحفة خطيرة يعني دي اطقم برضو المفرشات ده طقم كامل عبارة عن البطنية ومفرش السرير والملايات والخداديات طقم كامل يعني ده عمل 3000 ليرة دي بقى اطقم الصيني وطبعاً تحفة يعني ملهاش حل ده بيقول الطقم الكامل ب2000 ليرة عبارة عن 62 قطعة وده آآ زي ما انتم شايفين كده يعني مجموعة اشكال بقى يعني هما عرضين مجموعة متنوعة من الايه من الاشكال بتاعتها واللي تحت دوت آآ ده طقم عامل 1099 طبعاً اللي هو ب2000 ده اصلاً كان ب4000 فهم منزلنا عليه خصم 50% زي ما انتم شايفين طقم 24 قطعة برضو عامل 1000 ليرة وده بقى طقم عامل 150 ليرة 24 قطعة بدل 500 ليرة فده عرض هيل بصراحة ده حلو جدا دي كلها برضو نفس النظام قطم 24 قطعة بأسعار بقى متفوتة زي ما انتوا شايفين دي بقى حل الضغط ومعها حلة تانية عاملين 500 ليرة وده نفس النظام بس عاملة 550 ليرة حلتين برضو دي مكنة وافل عاملة 400 ليرة دي مكنسة عليها خصمة 10% عاملة 2000 ليرة ده طوستر طبعا نعمل 700 ليرة زي ما انتوا شايفين برضو واشكال من الخلطات وانواع عاملة 400 ليرة و300 ليرة ده طقم هاند بلندر وكبة ومضرب وده طقم مكنة قهوة والكاتل اللي هو بردين برضو على بعض وتوستر عاملين 1700 ليرة وزي ما انت شايفين تتعصد مختلفة دي تستم مع بعض وده بقى اطقم سكاكين عاملة 150 ليرة ده جريلا عاملة 250 ليرة دي زي ما انتوا شايفين كده طقم عامل 600 ليرة عبارة عن اللي هو الحلتين ومعهم الحلة اللي هي تتبقى شربها هي الطاصة شوية دي ومعها امتاصة عاملين 600 ليرة ودي انت بكتيريا ضد البكتيريا دي برضو الثلاثة دولة مع بعض عاملين 700 ليرة طبعا خدوا بالكم انه الاسعار دي معظمها عليها عروض يعني السعر انا بقوله ده بعد الخصم وممكن يعني يعني ممكن بعد كده الخصم هيتشال بدي يرجع تاني لتمنها الاصلي فاللي هو عامل 700 ليرة ده عامل اصلا 1000 ليرة في العادي يعني من غير العرض وطبعا بيجي وقت بيبقوا عاملين خصم 50% على كل حاجة ده ديملك اللي هو البرادين بتاع الشاي التركي على بعض عامل 150 ليرة ده بقى كزا نوع بكزا سعر زي ما انتم شايفين وطبعا هم برضو عندهم اشكال والوان من ديملك ده رائع او ده 3 على بعض عاملين 419 ده اللي فوق ده صيني ده عامل 250 ليرة ده نفس النظام برضو البراد اللي فوق بيبقى صيني كده انا بحاول اوريكم كده نظرة عامة عن المكان ده طبعا طاقم ستل ستيل عامل ربعمائة ليرة آآ اربع قطع اربع حلال ده برضو اربع قطع بخمسمائة ليرة ده تلات آآ قطع عاملين آآ ميتين ليرة ده عامل خمسمائة ليرة برضو بعض الخصم عامل تمنمية اصلا علي خصم طبعا زي ما انتم شايفين ده طاقم عامل مية وعشرة بدل ميتين وعشرين آآ اللي هو المضرب السيليكون والفرشة والاسباتيولا والقمع بتاع الترط تزيين اللي فوق ده طاقم التسطين مع بعض عاملين مية وتمانين ليرة الاتنين مع بعض ده طبعا قطقم جرانيت دي التلات قطع مع بعض عاملين تلتمية وتلاتين ودي التلات قطع دولة برضو مع بعض ودي انواع بقى من العجنات جميلة جدا بس اي حجمها صغير شوية فهو عامل ده عامل تمنمية ليرة بدل الفمية وفي اللي فوق دوت عامل تمنمية ليرة ده بقى عامل الف وسبمية ليرة دي قطقم التوابل ده عاملين تمنين ليرة ده عامل مية ليرة دي صانية الكاب كيك عاملها مية ليرة وهنا الجانب ده من المحل مخصصينه للاوالب الكيك باشكالها زي ما انتو شايفين القلبين اللي جنب قالب الكاب كيك دوت عاملين مية وتمانين ليرة بس دول معلهمش خاصم يعني وبقى مجموعة من الاشكال المتنوعة بقى من اوالب الكيك وكده ودي كانت جولتنا النهار ده في قراجا وياريت تكوني الجولة عجبتكو واستمتعتوا بيها زي ما انا استمتعت بيها وياريت ما تنسوش اللايك للفيديو واللي اول مرة يشوف فيديوهاتي يسعدني باشتراكو وياريت تقولولي رأيكو في التعليقات ونتقابل ان شاء الله في جولة جديدة من جولات مصرية في بورس اشتركوا في القناة